المدليات اللي تم حصدها في البطولة الأفريكية للكاراتي ومعنا نجمنا الأبطال الدهب وكمان معنا أستاذ محمد الدهراوي رئيس للتحاد المصري للكاراتي وعضو المكتب التنفيذي للتحاد الدولي أستاذ محمد عايزة رجع لحضرتك ونتلم عن وضع اللعبة في مصر عدد اللعيبة المشاركة في اللعبة الأعداد دي نسبتها في تزايد التحاد بشتغل على ده ازاي؟ وبصراحة بعد دخلت الكاراتي الأنبيات في توكيو 2020 ووصول خمس لعيبة من مصر للأمبيات ووصول فريال أشرف على الزهبية وجيانة فاروق على البرونزية ممكن احنا كنا شغالين على 27 محافظة عندنا فيها نشاط كاراتي فيها بطولة جمهورية بتقام في 27 محافظة وفيها اعداد للمداربين وحكام لجميع محافظات مصر فده ساعد على زيادة عدد اللعيبة الموجودة في كل محافظات مصر لا اخفي سرا ان عدد اللعيب موارسة كاراتي في مصر اكبر من اي رياضة اخرى موجودة داخل مصر عدد اللعيبة بتمارس احنا عندنا في سيستم الاتحاد حوالي مليون لعب مسجل في كاراتي فده انجاز كبير جدا لاتحاد مصر كاراتي والبطولات اللي عندنا ما هو الاهالي بتتشجع واكيد حضرتك فاهم ده احنا عايز اقول لي الاهالي لما بتشوف النتائج اللي بتحقق وعشان كده احنا بنكون عندنا حرص شديد ان احنا نتحدث عن مثل هكذا العاب فردية تحقق هذا الحجم الضخم من الانجازات الاهالي عايزة تمرنونها عايزة تحفظ على صحة ولادها هتتجه للعبة تحقق هذه الانجازات يمكن بعد برضو تحدث فقامة رئيسة عفتاح السيسة عن الكاراتي بنعمل دورات تدريبية حتى في محافظات مصر الواجه الابلي عدد البنات اللي بتمارس الكاراتي اكتر من عدد البنين في ابلي عدد البنات اللي بتحدث دورات تدريبية يعني مثلا عملت دورة تدريبية في انا حضر فيها 80 دارس وفريقة نار من الصعيد كمان عمل بتكلم على كده عندها دليل عن الوعي والدنيا تغيرت عن الاول بكتير جدا الثقافة مفهوم الرياضة اختلف جامد او في مصر مش عايزة اقولك ما فيش نادي او مركز شباب يتمرن في كاراتي ان لما تلاقي اولاء الامور هم اللي موجودين قاعدين بولادهم داخل النادي فدي حاجة برضو ظاهرة كويسة جدا وحاجة بتقول ان الرياضة مفهومها تغير للشعب المصري بالكامل فانا بقول لحضراتك اكبر عدد ممارسة كاراتي او رياضة في مصر كلها هي لعبة كاراتي واكثر نصات في الاشتراك في البطلات الدولية ايضا هي لعبة كاراتي الحمد لله رب العالمين لان اولادنا بيشجعوا على انهم يجيبوا بطلات فده بيخلينا دائما حارسين نحن نشترك في جميع البطلات الخارجية فده برضو نقلة كبيرة جدا اتحدى مصر خصوصا بعد تكريم في خامة رئيس عفتاح السيسي لولادنا اكتر مرة وعطاهم وشسام الرياضة من تبقى الدولة من تبقى الاولى والتانية وايضا مع الوزير الشباب الرياضة اللي دايما بيقابلهم ويكرمهم ويحفزهم على دائما بطلات ويحضر المعسكر بمسابة حافز كبير جدا يكل كل هذا التعب بالضبط بيحضر التدريبات المعسكر في المركز يحفز الاولاد فده ساعد على وجود طفرة ونقلة كبيرة جدا فاحنا نتمنى ان يبقى فيه نظرة شوية اعلامية اكتر موجودة الحمد للأحسن من الاول بكتير ولكن عادينا اكتر من كده للألعاب الفردية بالذات لان نرفع عالم مصر خارج مصر بيحاجة كبيرة جدا 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 بيبقى لها شعور مختلف عند كل الناس حتى أولياء الأمور قبل اللعيبة كمان فدي برضو اعتمام كبيرة والله من الحاجات الايجابية اللي بتبقى لفتا ايجابية كبيرة في اليوم ان احنا تقريبا يوميا لما منفتح الاخبار بنلاقي احد ابطالنا في الألعاب الفردية يرفع عالم بلدنا يعني خارج البلد بيكون احساس وشعور مختلف وكبير وفعلا الناس حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بتتفاعل مع ده بشكل كبير